السلام عليكم مرحبا بكم في القناة قناتكم بوصفة أفكار أبصحة جيدة ودائما على الوصفة سهلة و بسيطة ودائما على الجديد للمشكلة نقترح لكم هذه الحلوة اقتراح جد سهلة و بسيط حلوة بكريمة جيدة حضروها بكل سهولة بالنسبة للمكونات نحتاج جوج بيضات جوج علب دانون يكون في حارة الطبخ كاس مع مرجل الزيت كاس واحد يكون معه كاس واحد لنضيف الحلوة كمارات كاكاو أو شكلات ملعقة صغيرة لنضيف الحلوة تجمع امتل كل مكلة مكونات من خلاط الكهربائي لذلك نضيف الجهود وخلطا نضيف جميع جميع المطبخ نضيف جميع المطبخ نضيف سكر وزيت وحليب نضيف الجنون الآن سوف نضيف المقبل نضيف متخلط اليداوي نضيف جميع الملمة نخلط كل شيء بفعل الدرجة الأولى و بعد الدرجة الثانية نضيف الإناء و نضيف الدقيق كس الجول لدى الحليب و التزيت كس الجول كس الجول نضيف خمارات كلها في 8 جرام نضع الأول لكي لا تكون مكورة نضع الأول سوف أضع الأول أضع الأول لأنه على حسب اللون إذا كان لديك كاكا وكي سوف يجعلون لون هذا يخفيف نضع الأول نضع الأول نضع الأول كامل ونضع الأول نضع الأول نضع الأول نضع الأول نضع الأول نضع المشكلة لا يسرع الكثير وليس بالكثير نضيف الخليط جيدا نضيف الخليط نضيف المون و نضيف المون حرارة كنت تبليل فران جيد من قبل حرارة كنت تظهر بشكل صحيح ستنعم من الفران بشكل صحيح ستحشر بشكل صحيح ستحشر بشكل صحيح السلاطة تضرح بشكل صحيح و نخرج من الفران كنت تحميل و نتعرض من الفران ضربوا جميعا فاعدوا من الزجاجة نضيفون قجد الطريقة اضافة للشكلة رجاء على الزجاجة ثم نضيفون جميعا ونضيفون من الزجاجة ونضيفون قجد الطريقة اضافة للشكلة ونضيفون جدا ونضيفونها في تلاجة نضيف نسكة الحليب محطة سخونة نضيف محطة سخونة نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف شوكلاة نضيف الكريمة نضيف الكريمة سهلة كريمة بدون تعقيدات كل سهولة تحضرها نقطعها و تخرجها تقريبا لنايا 12 واحدة تقريبا 6 يعني مضربة تقريبا 12 حبا تقدمها لولياتك وبسحور راحة هذه الكيك ديان اخواتي سهلة بزاف نقطع عليكم حطريف و ترى شيشة وبنينة اخواتي لا تبخلوش على اللايك و اشترك في القناة و بارتاج مع الاصدقاء بمواقع التواصل الاجتماعي و هذه وصفة نديلة للنهار اخواتي كما ترى ورطبا و شيشة و وصفة الكيك كريمة جدا لديدة بزاف مع السلام اخواتي مع فيديو جديد ان شاء الله في رأيت الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة